فعودة الحراك الحراك بمفهوم سعي مواطنين ومواطنات على اختلاف مشاريف بهم ولكن بحرصهم على حبهم لوطنهم لأبنائهم لمستقبل مستقبلهم هم ومستقبل الأبناء انتاحهم حبهم لهذا الوطن الوحدة التاعه لنجاح هذا الوطن راح تكون ولا شك ولا شك مسعى لإتمام مسيرة فبراير في 2019 لأن الآن سمعوا في هذا التدليس الحراك الأصلي المبارك حراك الأصلي بالنسبة لتبون جمعته ونشعار في هذه الأركان هي كيفاش تخلصوا من أسيادهم تع الماضي طبعا لأن تبون تاريخ لا يرحم تاريخ لا يرحم كان من المطبلين والمسفقين ليلة نهار السيد عبد العزيز بوتفليقة كما يسموهما ولذلك أن الحراك سيجعل حدا لهذه المهزلة لأن هذه ضرورة ضرورة وجدانية ما فيش خيار آخر ما فيش خيار آخر بالنسبة لهذا الشعب بالنسبة لكل من له علاقة وطيضة بوطنه بأمن بلاده بمشروع ازدهار هذا الوطن وضرمان مستقبل أفضل مستقبل النجاح مستقبل الانتصار مستقبل العزة مستقبل الكارامة لهذا الشعب